معنا يا أستاذ ورح جاب عندي مطرمان الصلصة دوت وجاب عندي فرشة واخد بص كده شافي لمسة كده حلوة تديني لون مع التشويح دا كله هيفرق معانا لما نخلص الطبخة ونبدأ نخش الفرن هتسهل معانا الأمور جدا 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 تمام كده هنجيب معلقتين سلسة طماطم بوريت في النص عشان قاطر برضو تبقى بيها طعم كويس وكمان الزبادي تبقى متزبطة كقوام حالو الكلام تبس مجد تعقيل احنا نعمل منه المقلوبة المقلوبة دي تبقى باللحمة ايب انا هستغل عندي مكعبين ملقة لحمة طوع قنور هنفرومهم فرما سريع جدا ونحطوهم عندي يبقوا ملقة نطيفة طابوا ايه ثاني عندي مكعبين زبدة ويه كمان حبة ملح وبهارات اللي هنفرق بيها حسب اللي هنفرق بيها يعني مثلا مقلوبة هديها قرفة مفيش مشكلة خالص وهبدأ هلمحها كده وازبطها بالزبدة هنشوف واحدة واحدة قدي المكعبين بفرومهم دايما على اساس ان هما يكونوا متبهرين برضو يبقى الموضوع معايا ما يقش مكالكا عشواري كده اهو ماشي الكلام وعندي الزبدة زي ما اتفقنا عشان تغلي معايا الرز يكون برضو طري مقش ناشف كده اهو ونبدأ او معلقة كبيرة ونبدأ نجيب معلقة سمنة ناخد منها معلقة حلوة كده تديني نفس كويس وكمان يبقى الموضوع معايا في طعم لان هو طاج البلدي بصراحة فلازما نتعامل مزبوط معلقة السمنة كده اهو حلو الكلام عشان حاجة تقوم تزبطها وسنة الزيت ترجمة نانسي قنقر